برا 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 السلام عليكم لما البنات بيخشوا الجامعة بيلاقوا عالم منفتح جدا يعني البنت بتبقى طالعة من السنوية مكبوتة مش بتلبس اللي كان نفسها فيه برضو كانت لسه صغيرة يمكن متحجبتش في سنوي لسبب ما وان كان المفروض كانت تتحجب لكن يا دخلت الكلية لقيت الدنيا جميلة وتلبس اللي هي عايزها ففضلت على الوضع دوت رغم ان هي كبيرة خلاص رغم ان هي في بتختلط بولاد كتير لكن هي فضلت مش محجبة مش محجبة ديت لها حالات اغرب حالة اتخيلها في حياتي ان واحدة مش محجبة لان هي معتقدا الحجاب مش فرد او صدقت الكذوبة ديت او الفتوى الباطلة ديت دي اول واحدة عايز اتكلم معه بسرعة جدا عايز اقولك مفيش حد من اهل الدين على مدار التاريخ من اول النبي عليه الصلاة والسلام لغاية عصرنا الحديث ده قال ان الحجاب مش فرد هي فتوى باطلة هنا او هنا في اليومين دول بس لكن قبل كده عمرنا ما سمعنا كده وده بيسميه اهل الاسلام اجماع اجماع يعني مفيش اي بني ادم لو سألنا اي عائل صغير اي حد كبير الحجاب هيقول الحجاب فرد والكلام مش كلام علماء ده كلام ربنا ربنا قال واذا الحجاب مذكور في القرآن مش دايما بيقولولك واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ده في صورة الاحزاب قال تعالى يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ربنا سبحانه وتعالى قال وليضربنا بخمورهن على جيوبهن يعني الحجاب ينزل من الراس ويغطي جسمك يعني اذا الحجاب موجود في القرآن فانا بتخيل ان اللي بتقول كده ده من وراء قلبها ليه؟ لان هي في الحقيقة هي بتحب الزينة ونفسها تفضل مش محجبة فلاقيت ان الموضوع ده حلو فعايزة تصدقها هي مش مصدقها ولا اللي قال لها دليل لكن هي عايزة تصدق كده وموضوع ان هي عايزة تصدق كده او نفسها في كده ده اسمه هوى في التعامل مع الدين وربنا بيقول ولا تتبع الهوى لما تتبع الهوى يحصل ايه؟ قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يبقى دية اول واحدة التانية لا عارفة ان الحجاب فرد لكن هي بتحب تتزين تحب تبقى جميلة احنا ما قلنا لكيش ما تبقاش جميلة لكن الجمال ده يطلع لمين؟ تاعزة زي البنات يقولوا يقولك اوه طب انا خبي جمالي ليه؟ انا ما قلنا لكش خبي جمالك لكن نقولك خبي جمالك عن اللي ما يستحقش ان هو يشوفه اللي هما الرجالة الأجانب أو الغرباء عنك جمالك ده يشوفه زوجك جمالك تشوفه البنات جمالك يشوفه اقريبك الرجال اللي هما المحارم لكن غير كده ماينفعش ان دول يشوفه احنا عايزين اجغالية عزيزة عزيزة مش اي حد يشوفك او يشوف يعني الحاجات دي الا من يستحق ذلك الحاجة اللي بعد كده ان البنت مثلا بيكون عندها مشكلة تقولك طب انا عايز اتجوز ولازم يعني كده عشان اتجوز سؤال انا عايز اسأل سؤال انت لو دلوقتي واحد جي حبك وتقدم لك على الوضع ده يا طرح يكون انسان ملتزم متدين فعلا طب هو ازاي رضا ان هو يتعامل معاك وانت مش محجبة ويسلم عليك ويخرج معاك وفي الاخر تأمني في الغالب الشخص ده لا يؤتمن لان هو مش متدين وفي العادة الشخص ده بعدك يحيشوف واحدة تانية بل اقولك الحقيقة انا واحدة واعشت تجارب كتير في ناس كتير بعد الجامعة وبعد ما عارفوا دي وعارفوا دي بيجوه لي يقولولي احنا عايزين نتجوز اقول له طب عايزت تجوز مين يقولي انا عايز اتجوز واحدة معلش مع احترام هي بتتقلي كده بيقولي عايز اتجوز واحدة محترمة يعني عايز واحدة لفس حجاب واس عايز واحدة ما بتكلمش أولاد هم بيفكروا كده عشان تعرفي هو الصورة بتبقى عاملة إزاي فأزهنهم وكمان لو أنت عايز تتجوزي الزواج بإيد ربنا وساعدتك بإيد ربنا والرزق بإيد ربنا إحنا هنعصيه ومستنين منه الرزق والسعادة حاجة تانية البنت بتقولها تقولك الحجاب حجاب القلب القلب طبعا لكن خدي بالك من حاجة القلب لو انصلح أصلا هنصلح الظهر ألا إن في الجسد مضغى لو صلحت صلح سائر العمل يعني لو كان قلبك فعلا أبيض لكان دان عليك دوت ولكان الحجاب ظهر عليك تقولك أصل فيه محجبات مش كويسين طب دي مش مشكلة الحجاب طب إيه رأيك أنت تكون المحجبة القدوة المثالية الكويسة هتقولك أصل الدنيا حر هرد عليك بقول الله تعالى قل نار و جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون هتقولك أصل أنا لسه صغيرة وعايز أفرح بشبابي ما فيش حاجة اسمها صغيرة طالما بلغتي يبقى أنت بتتحاس بي زيك زي أي حد زي الكبير لو قابلت ربنا هيحاس بك زي أي حد في حسنات وسيئات صغيرة يعني صغيرة أنت بلغتي خلاص أنا عايز أقولك من الآخر رسالة من قلبي ربنا عمره ما يفرض علينا حاجة تضرنا أو حاجة مش في مصلحتنا الحجاب فعلا خير ليك الحجاب فعلا صيانة ليك عن حاجات كتير أو البنات بتعاني منها بسبب الشباب من معكسات وقلة أدبه وتحرش دي صيانة ودي عزة وعفاف وعلامة إيمان عايز أقولك السيدة عائشة آخر حاجة أقولها لك السيدة عائشة دخلت عليها بنت لبسة دايئة كده فالسيدة عائشة قالت إن كنتن مؤمنات فهذا ليس لبس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات ففعلنا ما تشاءون وأنت مؤمنة وطيبة وتقية فأنا يعني أتوسم فيكي الطيبة والصلاح إنك بإذن الله أتخذي قرار الحجاب والحجاب ده هيكون قربة لله وهيكون سبب في الرزق وسبب للخير ليكي في الكلية وفي حياتك الأسرية والعملية وربنا يتوب علينا كلنا السلام عليكم وحمد الله